قبل ما ادخل في اي تفاصيل وكالعادة يوميا لازم نفكر الناس ولازم نتكلم في جزيات دي لان الدعاء بغير الاخدار وبغير القدر نتمنى يا رب السلامة والشفاء يا رب بإذن الله لمعالي الوزير السابق نائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق يعني الفترة الحالية بصراحة اه دلوقتي دخلنا في حوالي اسبوع عشر ايام ولكن يوميا لازم نتكلم مع الناس ولازم ندعيله لان الحالة طبعا زي ما تسمعتم بارح الكابتن محمود الخطيب يتكلم بالتأكيد على حالة العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي وكلنا بالتأكيد بنتوجه بالدعوات وبالتمنيات يا رب بالشفاء العجل يمكن حب الناس وتأدير الناس لشخصية معالي الوزير ونائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق تأدير كبير جدا وحب الناس ليه حب كبير جدا وده يندل على شيء بيدل ان الفكرة مش في العمل ومش الفكرة في المناصب لا الفكرة في التعاون وفي الشخصية وفي تأدير الكبير قبل الصغير او الصغير قبل الكبير ده اللي بيبان في التوقيتات الصعبة اللي زي دي يمكن تعرض لما احنا صعبة الفترة الاخيرة وحالة صحية كانت حارجة لكن كل الناس بلا استثناء سواء داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي على السوشيال ميديا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ناس في مصر وناس خارج مصر الكل بيتوجه بالدعاء يا رب بإذن الله ان ربنا يعملنا عليه بالشفاء خلال الفترة اللي جاي عشان يخرج بإذن الله من المستشفى سالم غانم لأسرته وإخواته وأهله وأحبابه سواء داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي ولكن يوميا كل ما بنستغل فرصة ظهورنا معاكم على الهوى لازم نفكر الناس بخالص الدعاء والتمانيات بالشفاء العاجل يا رب ليه الأستاذ العامري فروغ نفس الكلام ان شاء الله بإذن الله نطمئن قريبا جدا على الأستاذ زاطاري أنديل عضو مجلس إدارية النادي الاهلي برضو كان تعرض لوعكة صحية وكنت اتكلمت مع حضراتكم على الحالة اللي تعرض لها في الفترة اللي فاتت يمكن هو بقى لأكتر من حوالي يعني من يوم مباراة الاهلي وصندونز بنتكلم في 1 نوفمبر من وقتها هو حتى منزلش النادي يمكن الحالة الصحية كانت تعبانة شوية الفترة الأخيرة يمكن كلمته من حوالي ومين اطمئنيت عليه فإن شاء الله بإذن الله قريبا جدا ينور بيته وينور مكانه في النادي الاهلي وخالص التمنيات أيضا بالشفاء العاجل للأستاذ زاطاري أنديل عضو مجلس إدارية النادي الاهلي